كان البرلمان السلوفاني قد أقر في وقت سابق مرسوما يعترف فيه بدولة فلسطين بعدما قرر لإتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت وبرد التماس للمعارضة بإرجائه وقالت رئيسة برلمان سلوفينيا أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام الشامل بالشرق الأوسط ويأتي ذلك بعد أسبوع من خطوة مماثلة اتخذتها إسبانيا وأيرلندا والنيرويك حالة التعاطف الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني تشهد تزايدا ملحوظا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فبعد الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا وأيرلندا والنيرويك اعترف السلوفينيا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان مرسوما بهذا الصدد بموافقة 52 عدوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت التأييد لحقوق الفلسطينيين ليس على المستوى السياسي فقط ولكن أيضا على المستوى الشعبي حيث أظهر استطلاعا للرأي أن قرابة 60% من السلوفينيين أعربوا عن تأييدهم للاعتراف بدولة فلسطين في حين يعارضه 20% فقط وهو ما يؤكد مدى الغضب العالمي من العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وباعتراف سلوفينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 146 دولة من أصل 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة هذا وتفزل الدبلوماسية العربية جهودا كبيرة من أجل استغلال التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل لإحلال السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين